سلام للجميع وأهلا وسهلا فيكم مرة جديدة بقناتي VLOGS ودعبير تابعوا معي وصفة اليوم كتير طيبة وسهلة إن شاء الله تعجبكم بس قبل ما نبلش بالموصفة وبإسماء وبالمقادير إذا كنتوا جداد على صفحتية لا تنسوا الاشتراك وإذا حبيتوا الفيديو تعملوا لايك وشير معرفقاتكم اليوم لنعمل أكل إسماء في طيرة الرعي بمكونات كتير سهلة تابعوا معي الطريقة والمقادير ونبلش مع بعض بالمقادير في عندي هون 250 غرام من اللحمة عندي هون لحمة عجل مفرومة خشنة في عندي كوب من الدراء كوب من البازيلة وكوب من الجزار هيدول كله نفرزين هيك حطيتهم فبعض وجاهزين لأنه رح ننزلهم كلهم مع بعض وعندي بسلطين مفرومة ودد حبات من التوم وعندي الزبدة اللي رح أطبخ فيها أعمل فيها اللحمة شوح فيها اللحمة وفي عندي زيت الزيتون وملح وفلفل وكمان في عندي هون كيلو بطاطا الشرتة وعم بسلطة حتى حطها على الوش رح نبلج نطبخ اللحمة والخضار بأول شي بهاي الطنجرة منحطها على نار قوية ومنحط تقريبا ملعقتين من الزبدة وكمان ملعقتين من زيت الزيتون كمان حسب الكمية اللي انتو عم تعملوها رح حتى يدوبوا منضيف عليهم البصل منشوحهم مع بعض وبس يدبل شوي منضيف عليهم التوم كمان منقلبهم مع بعض وبس هيك يتحمروا شي خفيف منضيف عليهم اللحمة ومنقلب اللحمة هون حتى تستوي منضيف عليها البهارات ملح وفلفل كمية الملح والفلفل حسب الاختيار ومنقلب هلا حتى تستوي اللحمة كتير منيح وبس استويت اللحمة رح نزل عليهم الخضار المفرزة اللي هني الترى والبازيلة والجزار ومنحرقهم مع بعض كما شايفين وهي هي الخطوات وبس استووا عندي الخضار شوي رح ضيف عليهم ملعقتين كبار من صلصة البندورة وحرقهم مع بعض وهلق رح نضيف البهار انا هون بدي ضيف ملعقتين لتكركم وملعقتين من الأوراجينو الزعتار البري ومنحرقهم مع بعض ورح ضيف عليهم كوب من الماء وبعد ما ضفت الماء كمان دوبت ملعقة من بهارات الماجي أو بهارات الفيجيتال الموجودة عندكم بحرقهم مع بعض بغطي الطنجرة وبتركها تقريبا 10 دقائق لا يستووا وهلق منيجي على البطاطا بعد ما نسلقت معي صفيتها من الماء رح ضيف عليها ربع كوب من الكريمة او بتحبوا حليب وملعقة زبتة ورح اخلطهم او فيكن تعملوها بالملعقة او فيكن تعملوها بايايا اللي موجودة عندكم اللي اريح لكم انا عملت بها الطريقة متل ما شايفين بس هيك وطبعا رح ضيف عليها الملح والفلفل وضفت ملعقة أوراجينو وبحرقهم مع بعض حتى الكل يختلطوا وبعدين رح ضيف عليهم نصف كوب من الجبنة المبروشية انا استعملت هون نوعين التشادر والمزوريلا خلطتهم مع بعض وهيك بعد ربع ساعة استويت عندي تماما حبات الخضار المفرزة اللي موجودة هون متل ملاحظين ونشفت المي انا ما بدي مي وما بدي مرأة أبدا متل ما شايفين هيك لازم تكون القوام تبعة والبطاطا البوري جاهزة عندي هلأ رح حطة أنا رح قدم هاي الطبق بهاي الصينية بالطنجرة لأنه هون صينيتي بتفوت على الفرن اذا ما في عندكن صواني بتفوت على الفرن فيكن تعملوها بصينية ايا صينية بتفوت على الفرن مثل بايريكس او ايا صينية بس حبيت قدم لكم ياها هيك حتى فرجيكم بخطوة سريعة وتوفير للجلي وكمان منظرة حلو مديت البطاطا على وش الخضار اللي عاملته مثل ما شايفين الخضار واللحمة بهالطريقة وخلص خلصت الوصفة عندي وجاهزة تفوت على الفرن لحتى الدوب الجبنة تقريبا وهيك اخدت معي تقريبا بالفرن تلت ساعة بس انه تمرت شوي الاطراف ودابت الجبنة وهي كله على بعضه مستوي بس هيك حبيت ترجيكم ياها كيف رح تكون بالمنظر النهائي جربوها كتير اكلي طيبة وسريعة متل ما شايفين سريعة بالتحضير وتغيير شكل كمان على الاكلات التانية واكلتنا جاهزة حتى نسكبها مع بعض رح فرجيكم كيف بيكون القوام البطاطا كتير طيبة بوجود جبنة فيها بتعطيها هاي القوام احسن نحطها بقلب البطاطا ما نحطها على الوش تجربوها بطريقة كتير ظريفة والخضار كلاتها تمستوية ونكها كتير كتير طيبة من صح كون كتير تجربوها سهلة وسريعة ومغزية والولاد كتير حبوها متمنى يكون عجبكم فيديو اليوم وتجربوهاي الوصفة ولا تنسوا مرة تانية اذا ما مشتركين اشتركوا ودمتم بشتركوا اشتركوا في القناة